اشتركوا في القناة عندك القاعدة الاولى المحصلة قوتين تساوي القوة الثالتى القاعدة التانية القاعدة لامي قالت مسلس القوة قالت مسلس القوة العمودي اما افكار المسائل اربعة افكار فكرة المستوى المائل والا جزام المعلقة هناخدها من النها asta فكرة الكرة وفكرة القضي لذا هنجسم الدرس دا على ثلاث حصص تلاث حصص كبار الحصة الاولى اللي هي درسنا النها города هناخد فيها اتزان جسمي تحت تأسير قوتين وثلاث قوة وهناخد قعدتين القعدة الأولى وقعدة لامة وهناخد فكرة واحدة بس لفكرة المستوى المائل الحصة التانية لأي الحصة الجيدة هناخد فيها القعدتين التانية مسلس القوى ومسلس القوى العمودي وهناخد فيها فكرة القرى آخر حصة عن خلال فكرة القضيب ثلاث حصة كبار وهتلاقون معتمدين بشكل كبير على هندسة قولة وتاني عدادي هفكركم بالحاجات لأنني استخدمها من منهج قولة وتاني عدادي جاب لكل مثل إن شاء الله دعنا نبدأ في أول فكرة معنا أول فكرة معنا في الحصة هي شروط اتزان جسم تحت تأثير قوتين أو ثلاث قوة نبدأ بشروط اتزان جسم تحت تأثير قوتين عشان جسم يتزن تحت تأثير قوتين لازم يتوفر عندك ثلاث شروط لازم القوتين دول يكونوا متساوين في المقدار ويكونوا عكس بعض في الاتجاه ويكون خط عملهم على استقامة واحدة زي مثلا لما تعلق جسم بحبل أو بخيط لمبة مثلا مع اللي جين أفسك في القوضة اللمبة دي أو الجسم إيه القوة اللي بتأثر عليه والله أي جسم لي وزن الوزن دايما اتجاهه رأسيا لأسفل إبقى أول قوة وزنه إحنا ربطينه بخيط أو بحبل طول ما عندها خيط أو بحبل بيظهر عندها قوة شد قوة الشد بتظهر في الحبل أو في الخيط أو الجسم ده عشان يتزن عشان يفضل ثابت مكانه ما يجحش لتحت لازم القوتين دول يساوه بعد لازم الوزن يساوه الشد يساوه بعد في المجدار يعني لو الوزن مثلا بعشرة يبقى الشد برضو بعشرة ويكونوا عكس بعض في الاتجاه الوزن اتجاهه الأسفل والشد بيكون اتجاهه الأعلى ويكون لهم نفس خط العمل خط عملهم على استقامة واحدة زي كمان لو حط الجسم على مستوى أملس كتاب مثلا حطه على ترابيزة إيه القوة اللي بتأثر على الجسم قوتين أي جسم لي وزن والوزن دايما اتجاهه رأسيا لأسفل القوة الثانية اللي هو رد فعل المستوى الأملس على الكتاب أو على الجسم لما نحط جسم على مستوى أملس المستوى بيطلع رد فعل أرد الفعل دايما بيكون عمودي على المستوى دي حاجات سبتة معاك أرد الفعل بيكون عمودي على المستوى الأملس يعني عمل معاهز هاوية 90 أو الجسم عشان يتزل لازم الوزن يساوه رد الفعل يساوه بعض في المقدار ويكونوا عكس بعض في الاتجاه وليهم نفس خط العمل دي كده أول فكرة معانا اللي هي شروط اتزان جسم تحت تأثير قوتين افهمهم بس لاحظ إن عندك ثلاث قوة بنتعامل معها في كل مسال الاتزان لو قوة الوزن والشد ورد الفعل الوزن أي جسم ليه وزن اتجاه الوزن دايما الرأسية اللي أسفل الشد الشد ده بيظهر لما يكون عندك حبلة أو خيط أو إما تشوف حبلة أو خيط في المسالة تعرف إن عندك قوة شد وبيكون اتجاهه الأعلى رد الفعل رد الفعل بيظهر لما نسنج جسم أو نحط جسم على مستوى أملس المستوى بيطلع رد فعل ودايما رد الفعل بيكون عمودي على المستوى يعني عمل معه زاوية 90 يبقى الثلاث قوة اللي هنتعامل معهم على طول الوزن وده اتجاهه رأسية لأسفل الشد ده بيظهر في الحبال أو الخيط رد الفعل لما نحط جسم على مستوى أملس ودايما الرد الفعل بيكون عمودي على المستوى طيب ده اتزان جسم تحت تأثير قوتين تعانشوف اتزان جسم تحت تأثير ثلاث قوة الفكرة التانية معنا اللي هي اتزان جسم تحت تأثير ثلاث قوة الثلاث قوة بتكون مستوية يعني بيجمحه مستوى واحد ومتلاقيه في نقطة بيتجابله في نقطة واحدة وهنا هناخد أول قاعدة من الأربع قاعد اللي نستخدمهم في حل المسائل طفل اول قبل ما ناخد القاعدة دي ايش روط اتزان جسم تحت تأثير ثلاث قوة لو عندك ثلاث قوة زي قف واحد وقف اتنين وقف ثلاث الثلاث قوة لازم تتجابل في نقطة واحد عشان تكون متزنة لازم نقدر نمثل الثلاث قوة دول بأضلاع مسلس تكون مأخوذة في ترتيب دوري واحد ودي هنوضحها بالتفصيل الحصة جامعة قاعدة مسلس القوة ان شاء الله المهمة القاعدة الاولى بتقول ايه بتقول لك لو عندك ثلاث قوة متزنة ومتلاقيه في نقطة واحد لو جالك ان الثلاث قوة دي متزنة نفهم ايه القاعدة بتقول لك ان محصلة اي قوتين لازم تساوي القوة التالتة يعني لو جبنا محصلة القوة الاولى والقوة التانية لازم تساوي القوة التالتة فين محصلة القوة الاولى والتانية محصلة القوتين بتكون بين القوتين دي كده محصلة القوة الاولى والتانية اه محصلة القواتين دول لازم تساوي القوة التالتة مثل مديك القوة التالتة بخمسة ايبقى محصلة الاولى والتانية برضو بخمسة تلاقيه بتسويها في المقدار لكن عكسها في الاتجاه وليهم نفس خط العمل تاني طيب لو عايزين محصلة القوة الاولى والقوة التالت محصلة القوى الأولى والثالثة لازم تساوي القوى الثانية مثلا القوى الثانية مدهلك بست إبقى تعرف أن محصلة الأولى والثالثة برضو بتساوي ست يساوي بعض في المقدار وعكس بعض في الاتجاه وليوم نفس خط العمل آخر مرة لو عايز محصلة القوى الثانية والثالثة لازم تساوي القوى الأولى مثلا مديك القوى الأولى بسبعة إبقى محصلة الثانية والثالثة محصلة الثانية والثالثة برضو بتساوي سبعة إيبا القاعدة الأولى باختصار بيقولك لو عندك ثلاث قوة متزنة تفهم أن محصلة أي قوتين تسوي القوة الثالثة والعكس لو عايز أي قوة من الثلاثة هات محصلة القواتين الثانين ناخد عليها مسألتين أول مثال على القاعدة دي بيقولك إذا كانت القوة التي مقدارها قاف تتزن مع قواتين مقدارهم خمسة والثلاثة والقواتين دول الزوى بينهم ستين درجة إحنا عايزين قاف تعالوا رسمناها وبيقولك القوة اللي اسمها قاف تتزن مع قوتين اسمهم خمسة والثلاثة ومديك الزوى بين الخمسة والثلاثة ستين درجة إحنا عايزين قاف أجيبها منين؟ هنجيبها من القاعدة الأولى أقوله طالما قاف تتزن مع الخمسة والثلاثة يبقى قاف تسوي محصلة الخمسة والثلاثة طالما عندك ثلاث قوة متزنة يبقى محصلة قوتين تسوي القوة الثالثة لنجلب القاف المحاصلة 3 سأجلب محاصلة 2 من قانون المحاصلة الذي خذناه في اول حصة جازر قاف 1 تربية زاد قاف 2 تربية زاد 2 قاف 1 قاف 2 جتيه فنقوله طالما قاف تتازن مع الخامسة وثلاثة نستنتج ان قاف تساوي محاصلة الخامسة وثلاثة هنجيب محاصلة الخمسة والثلاث طبق في القانون ده هتربعهم ربع الخمسة بخمسة وعشرين ربع الثلاثة بتسعة زاد اثنين فيه نفس القواتين بس من غير تربيع خمسة بتلاثة جتائق يهل ليه الزوء بينهم من دهنة ستين درجة اكتب الكلام ده بالآلة المحاصلة هتطلع معك بسبعة نيوتين دي محاصلة الخمسة والثلاثة يبقى القوة الثالثة برضه بتساوي سبعة إبقى طبقنا القاعدة الأولى اللي بتقول محاصلة اي قوتين تساوي القوة الثالث المحاصلة هنا جبناها بسبعة إبقى قوف اللي احنا عايزينها برضه بتساوي سبعة نيوتين سؤال الثاني هنا العكس ميديك الثلاثة قوة قوة بتلاثة وخمسة واربعة والزاوة بين الثلاثة والخمسة اسمها هي ايه ما نعرفش الزاوة بكام احنا عايزين زاوية ايه هجيب زاوية ايه منين نفس الفكر اقولوا الله طالما عندنا تلاثة قوة متوازنة او متزنة نستنتج ان محاصلة اي قوتين تساوي القوة الثالث يعني محاصلة الثلاثة والخمسة هتساوي اربعة فاحنا هنجيب محاصلة الثلاثة والخمسة ونسويها بالالربعة هتطلع معنا زاوية ايه ليش تغلت على الثلاثة والخمسة عشان انا عايزي الزاوية اللي بينهم اللي هي ايه فقولوا طالما الثلاثة قوة دي متزنة نستنتج ان محصلة التلاتة والخمسة هتساوي اربعة. هجب محصلة التلاتة والخمسة وسعب الاربع. اكتب قانون المحصلة. انا كتبه هنا بتربيئ عشان احنا عايزين زاوية ايه? يعتبر ربحت الترفين. تعال نعود. المحصلة بكامل المحصلة باربع. اللي هي القوة التالتة. رباحها يبقى بتساوي 16. القوةين اللي هم تلاتة وخمسة رباحهم. تلاتة تربع بتسعة. خمسة تربع بخمسة عشر. هي هي اللي عايزينا اجيبها ازاي اعملها معادلة هتجمع ال9 وال25 وتوديهم النحى الثانية بعكس الاشهار وتودرب 2 في 3 في 5 تعالوا نضرب الاول 2 في 3 في 35 بتلاتين 叫30 جتا يساوي اجمع الدول 9 زائد 25 و 34 و اديهم الناحة التانية بعكس الاشهار اتبع 16 نقص 34 بتسوي سالب 18 اقسم هنا على 30 و هنا على 30 و اختصر بالمرة ايبا جات ايه بعد ما تختصرها هتطلع معاك بسالب 3 على 5 كده نقدر نجيب الزاوية هتضغط shift shift و كوزين سالب 3 على 5 ايبا زاوية ايه بعد ما تعملها بالقال هتطلع معاك 126 درجة و 52 درجة و 11 سانية اخر مرة القاعدة الاولى بتقول لك لو جبت محاصلة اي قوتين لازم تسوي القوة الثالث او بالعكس لو عايز اي قوة من الثلاثة هات محاصلة القوتين الثانية خد عليها مثلتين في الكشكول وندخل في القاعدة الثانية اللي هي قاعدة لامي القاعدة التانية واله هام معنا خد عليها إخوانا هذه القاعدة اللي بيستخدمها لما يديك جسم متزم تحت تأثير ثلاث قوة امتى بنستخدم قاعدة لمي لما يديك الزوايا بين القوى دي يديك الزوايا بين القوى الأولى والتانية وبين الثانية والثالثة والثالثة والأولى لازم في قاعدة لمي يديك الثلاثة زوايا دول تعال نسميهم الزوايا بين القوى الأولى والثانية هنسميها هيه ثلاثة لو الرقم اللي مش موجود الزوايا بين القوى الثانية والثالثة هنسميها هيه واحد الزوايا بين القوى الأولى والثالثة هنسميها هيه اتنين أو بطريقة أحسن القوة الأولى الزاوك صادة هناك هيه واحد قف اثنين الزاوك صادة الناحة التانية هيه اثنين قف تلاتة زاوك صادة هيه تلاتة كده أنت عندك الزاوية بين القوة فممكن نطبق قعدة لامة اللي هي بتقول إيه؟ بتقول لو عندك جسم متازم تحت تأثير ثلاث قوة والثلاث قوة لازم تتجابل في نقطة واحد نستنتج أن كل قوة بتتناسب مع جهب الزاوية بين القواتين التانية كل قوة بتتناسب مع جهب الزاوية بين القواتين التانية يعني لما تكسم قف واحد على جاه هيه واحد لازم تسوي قف اثنين على جاه هيه اثنين لازم تسوي قف ثلاثة على جاه هيه ثلاثة تكسم القوة على جهب الزاوية المقابلة لها فقعدة لامة باختصار بتقولك لو عندك ثلاث قوة متازنة نستنتج أن القوة بتتناسب مع جهب الزاوية بين القواتين التانية اكسم القوة على جيب الزواء المقابلة لها قف واحد على جاهه واحد قف اثنين على جاهه اثنين لازم يسوي قف ثلاثة على جاهه ثلاثة في المسائل هو هيديك الثلاث زوايا ويديك قوة واحدة ويطلب منك القواتين التانية هتجيبهم منين هتكتب القاعدة وتضرب مجس عملة زي قاعدة الجيب اللي فاتنك حساب المسلسات بالزبط كل مهمتك في قاعدة ليه منك تجيب الثلاث زوايا دول اللي هم الزوايا بين القوة هنفهمها على طول من اول مثال هناخد على قاعدة لامي اربع مثال اول سؤال بيقولك ثلاث قوة مقاديرها ستين وقاف وكيف والثلاث قوة دي متزنة اول ما تشوف كلمة متزنة تقدر تطبق اي قاعدة من قاعدة الاتزام يعني هنا ما خدناش غير قاعدتين قاعدة الاولى وقاعدة لامي ثلاث قوة متزنة ومطلقية في مقطع تعال نرسمهم مثلا دي القوة الاولى بستين ودي القوة اللي اسمها قاف ودي القوة اللي اسمها كاف الترتيب مش مهم مديك قياس الزاوية بين القواتين الاولى والتانية milyديدة ومعان ستين وقاف مدي عانا 20 وحدا وبيدنا المياه ومفود وزاوة بين القوة الثانية والثالثة تسعين درجة الص takąוך من الثالثة اللي هم قاف وكاف متولك الزوابين y q الا طالما عندك الزوابين القوة استخدم بقاعدة لا هنا لا يمكنك استخدام القاعدة الأولى محصلة قوتين تسوي القوى الثالثة لماذا؟ لأن القوتين مجهولين القوتين مجهولين فلا ينفح تجيب محصلته فنستخدم هنا قاعدة لامن لكي نستخدم قاعدة لامن يجب أن يكون لديك الثلاث قوى نحن لدينا قوتين فقط أجيب القوى الثالثة من الزوايا المتجمعة حول نقطة واحد ونقول أعدادي ما يقول مجموعة الزوايا المتجمعة حول نقطة 360 در فهتجمع 90 و120 وتطرحهم من 360 الزوايا الثالثة تطلع معك 150 درجة كده عندك الثلاث زوايا طبق قاعدة لامن اللي بتقول كل قوى تتناسب مع جيب الزوايا المقابلة لها اكسم القوى على جيب الزاويا هنكسم كاف على جا 120 يسوي 60 على جا 90 يسوي كاف على جا 150 يبقى أقول له من قاعدة لامن أو بتطبيق قاعدة لامن نكسم القوى على جيب الزاويا المقابلة لها أو الزاويا بين القواتين الثانية لما نكسم كاف على جا 120 يجب تساوي 60 على جا 90 يجب تساوي كاف على جا 150 نحن نريد كاف وقاف أجبه منين هضرب مجاس النسبة المعلومة عندك اللي هي 60 على جا 90 هتسوي مرة بالنسبة الأولى ومرة بالنسبة الثالثة إبقى له كاف بتساوي تعيس كاف أضرب مجاس هضرب 60 في جا 120 على جا 90 كافة تساوي 60 جا 120 على جا 90 عايز قاف برضه تضرب مجاس بقاف بتساوي 60 في جا 150 على جا 90 60 جا 150 على جا 90 اكتبهم بالآلة لما تكتب دي بالآلة تطلع معك بـ 30 جزر 3 اكتب دي بالآلة تطلع معك بـ 30 الوحدة اللي عندنا نيوتن زي ما قلت كل مهمتك تجيب الزواية بين القوة دي وطالما عندك الزواية تطبق قعدة لامي ده السؤال الأول نشوف السؤال الثاني طيب جبل ما ناخد السؤال الثاني تعال فكركم بشوية حاجات خدناها في قولة اعدادة ساعدنا كتير في حل المسائل اول شكل هنا ده خط مستقيم او زاوة مستقيمة الزواة المستقيمة 180 درجة عندك منها 70 بفضلك 110 تطرح من 180 الشكل الثاني برضو خط مستقيم مائل الزواة المستقيمة 180 درجة عندك منها 60 بفضلك 120 الشكل الثالث ده زوايا متجمع حول نقطة واحدة مجموع الزواة المتجمع حول نقطة 360 عندك زاويتين اجمعه مترحه من 360 هتفضلك 150 درجة وخلي بالك الثلاث زواة دول مشهورين هيتكرروا معنا في مسائل كتير لهم التسعين ومائة وعشرين ومائة وخمسين في الزواة المتجمع حول نقطة الشكل الرابع ده تقابل بالرأس بعرفه بيكون شبه حرف الاكس التقابل بالرأس الزواتين بيكون متساوين في القياس الزواة دي بتساوي الزواة دي بالتقابل بالرأس دي 80 إبا دي 80 اخر حاجة معنا التوازي لما يكون عندك توازي في المسألة دور على ثلاث حاجات التبادل لشبه حرف z التناظر لشبه حرف f او التداخل لشبه حرف u التبادل والتناظر اللي بيكونوا متساويين فين الزواة دين اللي هم زاوية الف وزاوية بها الف 40 إبا بها باربعين بالتبادل التناظر والزاوتين برده متساويين فين الزواة دين زاوة بتكون تحت وزاوة فوق الزواة لتحت 50 إبا زاوة اللي فوق برضو بخمسين بالتناظر أما التداخل الزويتين بيكون مجموحهم 180 درجة اللي هم زاوية ألف وزاوية ب عندك ألف بمية اطرح من 180 بها تزاوي 80 الشكل الآخر برضو تداخل حرف يو بس مجلوب فين الزويتين اللي هم زاوية ألف وزاوية ب مجموحهم 180 عندك منها 30 بفضلك 150 حاجات بسيطة لكن بتساعدنا كتير في حل المسائل تعال نشوف السؤال التاني على قاعدة لامي السؤال التاني معنا على قاعدة لامي دي هو جاوبوه لك مرسوم تعال نجراه ونشوف الرسم بيقول ايه بيديك سوقل او جسم مجداره 10 نيوتن مجداره يعني وزنه بيديك الوزن بعشر مال الجسم ده جلك معلق بخطين ده الخط الاول وده الخط التاني وطالما عنده خطب عنده قوت شد ده الشد الاول وده الشد التاني بيقول ان الخط الاول يميل على الأفق بزاوية 30 الزاوية بين الخط الاول والأفق 30 درجة والزاوية بين الخط التاني والأفق 40 درجة مدك الزاوية تندول 31 و41 ايه اللي عايزه عايزين الشد الاول والشد التاني في حالة الاتزان يعني هو كده بيقولك ان التلات قوة دول متزنة عايزين شين واحد وشين اثنين اجيبهم منين اقوله والله طالما عندنا اتزان نقدر نطبق اي قاعدة من قاعدة الاتزان هنا ممكن اطبق قاعدة لامة ليه ان احنا نقدر نجيب كل الزاوية دي انت الاهمك الزاوية بين كل قوتين الزاوية بين شين واحد والوزن والزاوية بين الشد التاني والوزن والزاوية بين شد واحد وشد اثنين تعال نجيب الزاوية بين كل قوتين في الاول انت عندك ده خط افقي وده رأسي ايه افقي ورأسي زاوية بينهم تسعين زيها ده افقي وده رأسي يبقى الزاوية بينهم تسعين كده نقدر نجيب الزاوية بين الشد الاول والوزن هتجمع تسعين وتلاتين مية وعشرين درجة نقدر نجيب الزاوية بين الشد التاني والوزن اجمع تسعين واربعين مية وثلاتين درجة كده عندك زاويتين عايزين الزاوية التالتة دي اللي هي بين 21 و 22 أجيبها منين من المتجمع حول نقطة 120 و 130 و 250 أتراحهم من 360 تفضل لك 110 أو بطريقة تاني من الخط المستقيم زاوية المستقيمة 180 اجمع 30 و 40 و 70 يبقى فضل لك 110 كده عندك الزاوية بين كل قواتين طبق قاعدة لامة هنكسم القوة على جيب الزاوية المحصورة بين القواتين التانية القوات اللي عندك اللي هم الشد الأول والشد التاني والوزن الوزن كان عندنا بعشرة شين واحد الزاوية اللقصادة هنا 130 يبقى تكسم على جيه 130 شين اتنين الزاوية اللقصادة الناحي التانية 120 يبقى نكسم على جيه 120 الوزن بعشرة الزاوية اللقصادة هنا 110 يبقى نكسم على جيه 110 عشان نجيب شين واحد و شين اتنين هنعمل مجس الشد الأول هيساوي 10 في G 130 على G 110 10 G 130 على G 110 الشد الثاني برضه هندرب مجس هندرب 10 في G 120 على G 110 10 G 120 على G 110 لما تكتب دي بالآلة الشد الأول هيطلع معك تقريبا ب8 نيوتين وكتب دي بالآلة الشد الثاني يطلع معك تقريبا ب9 نيوتين ده السؤال الثاني على قاعدة لا منشوف السؤال الثاني السؤال الثالث معانا على قاعدة لامة وهنا بدأنا في المسألة الحالة ولا هنرسمها دايما نتعود في مسألة الاتزان او في مسألة الاستاتيجة عمتا اجرى السؤال مرتين اجرى مرتين عشان تتخيل الرسمة صح تلو رسمت صح الباجي سهل تعالنا اجرى ونرسم بيقول لك جسم وزنه 15 نيوتن معلق فيه خيط والخيط مسبق طرفه الخالص في نقطة على حائط رأسي عندك كده ثلاث حاجات عندك جسم معلقينه في خيط والخط مسبتونه في حائط تعالنا نرسم كده ده مثلا الجسم ودي كده الحيطة طبعا الحيطة بتكون رأسية احنا مسكنا الجسم ده وعلقناه في الحيطة طبعا الجسم لو سبناه كده مش يكون متزن احنا لو سبناه هينزل على الحيطة ايه اللي يخليه متزن اكيد قوة هتأثر عليه وهو فعلا بيقول لك اثرت عليه قوة افقية جعلت الخيط يميل على الحائط بزاوة 60 مسكنا الجسم ده اثرنا عليه بقوة افقية مسكناه شدناه عشان يكون متزن بالمناسبة القوة اللي بتأثر على الجسم ممكن تكون افقية وممكن تكون عمودية على الخيط ده كده الخيط هي بتكون عمودية على الخيط يعني الزاوة بينهم بتسعين هناخدها في المثال الجاي المهم هنا كان بيقول لك ان القوة دي افقية كده خلصت رسمتك كان عندك جسم علجناه في خيط والخيط سبتناه في حيطة ومسكنا الجسم ده اثرنا عليه بقوة افقية اجرى المثلة تاني وحط بياناتك وانا لازم نجرى المثلة مرتين يقول لك جسم وزنه 15 نيوتن ده الجسم الوزن بيكون اتجاهه على طول رأسيا لأسفل مديك الوزن بيساوي 15 نيوتن معلق في خيط ده كده هو الخيط وطلعه ما عندك خيط يبقى عندك على طول قوة شد الخيط كان مسبب الطرف الخالص في نقطة على حائط رأسي سبتنا الخيط في حائط رأسي اثرت عليه قوة افقية دي كده هي القوة الافقية هنسميها مثلا قاف القوة دي خلت الخيط يميل على الحائط بزاوة 60 درجة الزاوة اللي بين الخيط والحيطة 60 درجة اللي هي الزاوة دي يبقى كده الجسم متزن بتأثير ثلاث قوة الشد في الخيط والقوة الافقية والوزن ايه اللي احنا عايزينه عايزين القوة قاف وعايزين الشد في الخيط اجيبهم منين هجيبهم من قاعدة لامي ليه هجيب قاعدة لامي عشان اقدر اجيب كل الزاوة اللي بين القوة دي تعانجي بالزوات اتعاندك في الاول ده خط افقي وده خط رأسي الزاوة بينهم على طول 90 افقي ورأسي 90 طب عايزين الزاواتين التاني هجيبهم منين تعاني سفيد من الزاوة دي انت عندك الوزن رأسي والحيطة برضو رأسي اي خط رأسي ورأسي بيكونوا متوازي تاني الوزن بيكون رأسي والحيطة برضو رأسي اي رأسي ورأسي بيكونوا متوازي التوازي ده عاملك حرف ايه عاملك حرف يو عاملك تداخل فين الزاواتين اللي عاملين تداخل اللي هي الزاوة دي والزاوة دي مجموحه 180 عندك منها 60 بفضل لك 120 لو عايز تجيبها بطريقة تاني ممكن نجف المسلس ممكن نشد الخط ده كده وهنجف المسلس المسلس ده قائم عشان ده أفقه ده رأس من المسلس يجمع 90 و60 بفضل لك هنا 30 ده أفقه ده رأسي يبا الزودي 90 لو جمعت 90 و30 برضه 120 أنا شايف طريقة التوازي مختصرة شوية هنجيبها على طول من التوازي ده رأسي وده رأسي بمتوازين ده ستين يباديه على طول ب120 كده عندك زويتين تقدر تجيب الزوية الثالثة من المتجمع حول نقطة انت يكفيك في لام تجيب زويتين بس والزوية الثالثة هتمن المتجمع حول نقطة اجمع 90 و120 وترحم من 360 هتسوي 150 درجة قلنا الثلاث زوية دي مشهورة معانا 90 120 150 كده عندك الثلاث زوية تطبق قاعدة لامي قاعدة لامي هنكسم كل قوة على جيب الزوية المقابلة لها القوة اللي عندك قاف والشد والوزن اللي هو من الدول هنا في 15 قاف الزوية الاقصادة 120 بنكسم على جاية 120 الشد زول القصادة 90 ينقسم على جاية 90 الوزن 15 ينقسم على جاية 150 لذلك تضرب قاف والشين هتضرب المقاس لو عايز قاف هتضرب 15 في جاية 120 على جاية 150 هتطلع معاك 15 جازر 3 لو عايز شين عايز الشد هتطلع 15 في جاية 90 على جاية 150 هتطلع معاك بــ 30 الوحدة اللي عندنا في المثلة هنا هي نيوتين اللي عايزك تخلي بالك منه بس لما يكون عنده خط رأسي ورأسي دول متوازين خطه أفقي وأفقي برضو متوازين إنما أفقي ورأسي دول بيكونوا متعمدين إزا وبينه 90 درجة ده السؤال التالت تعني أخد آخر سؤال على قاعدة لامي آخر مثال معنا على قاعدة لامي شبه السؤال اللي فات نجرى المثلة مرتين ونرسم صح بيقول لي أزيحت كرة بندول وزنها 600 سوكلوجرام حتى صار الخيط يصنع زاوية قياسة 30 درجة مع الرأسي إبقى أنت عندك كرة بندول ربطينها في خيط والزاوى اللي بين الخيط والرأسي 30 درجة تعني أرسم ده الرأسي وده مثلا الخيط اللي معالجين في كرة البندول طبعا بندول الساعة ده أنت بتلاقي بيتحرك من شمال عرفه هو بيقول لك إن احنا مسكنا كرة البندول دي وزحناها بعيد عن الحيط أو عن الرأسي دي كرة البندول زحناها من اللي زحها بيقول لك تحت تأثير قوة في اتجاه عمودي على الخيط بيقولنا القوة اللي ممكن تشد الكرة دي لها وضعين ممكن تكون في وضع وفقي وممكن تكون عمودية على الخيط هو هنا في المثلة جالك في اتجاه عمودي على الخيط ده الخيط ودي القوة عمودي عليها يعني بتزاوى بينهم 90 درجة القوة عمودية على الخيط يعني الزاوية بينه 90 درجة دي كده عندك القوة وده الخيط وطالما عندك خيط يبقى عندك قوة شك تعني جرى تاني أزيحة كرة بندول وزنها 600 سوكل جراب دي الكرة وزنها دايما اتجاه الأسفل مديك الوزن بيساوي 600 سوكل جراب أزيحة حتى صار الخيط يصنع زاوية قياسة 30 درجة مع الرأس الزاوية بين الخيط والرأس 30 هذا الخيط والرأس يبقى الزاوية كده 30 من اللزاح القرى دي جلق قوة عمودية على الخيط يعني الزاوية 90 كده خلصت الجسم كده متزن تحت تأثير ثلاث قوة اللي هو الوزن بستمية والقوة قاف وشين احنا عايزين قاف والشد اجيبهم من اي من قاعدة لامي عشان استخدم قاعدة لامي لازم تجيبي الزاوية بين القوة احنا عندنا زاوية جاهزة بتسعين عايزين الزاويتين دول اجيبهم من اين استخدم الزاوية دي زي المسال اللي فات بالظل عندك الوزن ده رأسي وده رأسي يبقى متوازين توازي ده عامل لك تداخل حرف يو دي تلاتين يبقى فضل لك هنا مية وخمسين التداخل بنترح من مية وثمانين عندك زاويتين نقدر نجيب الزاوية الثالثة من مجموعة الزاوية المتجمعة حول نقطة هتجمع تسعين ومية وخمسين وتطرحهم من تلكمية وستين هتطلع معك مية وعشرين نفس الثلاث زاوية المشهورة تسعين مية وعشرين مية وخمسين كده جبت الثلاث زاوية خلصت هنكسم كل قوة على جيب الزاوية المقابلة لها القوة اللي عندك اسمهم قاف والشد والوزن اللي كان بتدهله لنا بستو مية قاف هكسمها على جيب الزاوية الاقصادة على جا مية وخمسين فكده الشد هكسمها على زاوية الاقصادة على جا مية وعشرين الوزن نكسمها على جيب الزاوية الاقصادة لها التسعين بعلاجها تسعين اخيرا عشان تجيب قاف وشين هتضرب مجس قاف هتساوي 600 في جا 150 على جا 90 هتساوي معك 300 سوكل جرام الشد برضه هتضرب مجس 600 في جا 120 على جا 90 هتطلع معك 300 جازر 3 سوكل جرام ايبا المهم عندي اجر المسألة مرتين عشان تقدر تتخيل الرسمة صح بعد كده هتجيب الزوايا بين القوة عادة الزوايا والاضلاع بنجيبها من اوله وتاني عده دي هات الزوايا اكتب قاعدة لامي وعوض فيها وعشان تجيب القوة اللي انت عايزة بتوضرب مجس كده خلصنا قاعدة لامي ودع عليها مسار في الكاشكول وندخل في اخر فكرة معنا لفكرة المستوى المائل اخر حاجة معنا في الحصة اللي هو اتزان جسم موضوع على مستوى مائل لو تعبت هنا ممكن تاخد الصراحة وتكمل اتزان جسم على مستوى مائل لو عندك جسم زادة حطينه على مستوى مائل المستوى بيميل على الافق بزاوى مثلا قياسة 30 ايه القوة اللي بتأثر على الجسم ده والله اي جسم ليه وزن اتجاه الوزن دايما رأسيا لاسفل ايبا اول قوة بتأثر علي وزنه المستوى ده املس اي مستوى املس حطيت عليه جسم بيطلع رد فعل ورد الفعل دايما بيكون عمودي على المستوى الاملس ايبا تاني القوة بتأثر عليه لها قوة رد فعل المستوى القوة تندل سبتين معاك في كل مساء المستوى المائل عندك جسم نزل وزنه رأسفل ومن المستوى طلع رد فعل ده الجسم هننزل وزنه اتجاهه التحت ونطلع رد الفعل عمودي على المستوى إبقى في كل مسائل المستوى المال عندنا قوة سبتين اللي هو وزن الجسم اتجاهه التحت ورد الفعل بيكون عمودي على المستوى طيب الجسم ده عشان يتزن عشان يفضل ثبت مكانه ما ينزلش التحت لازم نأثر عليه بقوة ثالثة القوة الثالثة دي لها ثلاث أشكال أو لها ثلاث حالات هو يحددها لك في المسألة القوة الثالثة دي ممكن تكون أفقية ممكن تكون ماشى مع المستوى في نفس اتجاه المستوى ممكن تكون بتصنع زاوية مع المستوى إبقى القوة اللي هتعمل لنا اتزال لها ثلاث حالات الحالة الأولى ممكن تكون أفقية الحالة الثانية ممكن تكون في اتجاه المستوى هيقول لك في المسألة في اتجاه خط أكبر من المستوى الأعلى يعني ماشى مع المستوى الحالة الثالثة ممكن تكون بتصنع زاوية مع المستوى هيكون في زاوية بين القوة والمستوى مثلا هيديها لك باربعين درجة أي زاوية يبقى كده الجسم هيتزن تحت تأثير ثلاث قوة وزنه ورد الفعل والقوة اللي هو هيحددها لك هو في المسألة عادة هيتديك الوزن ويطلب منك القوة ورد الفعل هتجيبهم من اين هنجيبهم من قاعدة لامي فكرة المستوى المائل دايما بنحلها بقاعدة لامي عشان استخدم قاعدة لامي لازم تجيب الزاوية بين كل قوتين القوة اللي عندك لها باللون الأحمر لازم تجيب الزاوية بين كل قوتين هاتي الزاوية وتطبق قاعدة لامي طيب هقولك تجيب الزاوية دي ازاي وهتفهمها أكتر لما ناخد المسألة في زاوية سابتة معنا في كل الحالات اللي هي الزاوية بالرد الفعل والوزن الزاوية بالرد الفعل والوزن دي زاوية سابتة معنا في كل الحالات ازاي تجيبها تقدر تجيبها الطريق الطين ممكن نجيبها من المسلس تعدك الزاوية دي تسعين من المسلس 90 و 30 يبقى فضلك هنا 60 الزاوية كلها اجمع 90 و 60 150 درجة دي 90 عشان رد الفعل بيكون عمودة على المستوى يبقى الزاوية بالرد الفعل والوزن 150 درجة ممكن نجيبها من خطوة واحدة جالك لو عايز الزاوية بالرد الفعل والوزن اطرح 180 نقص زاوية الميل اللي هيديها لك دي 180 نقص 30 تديك 150 طبع عشان تكون في اهم ليه بنطرح من 180 اتعندك خط رد الفعل ده لو مدناه هيدي خط مستقيم كنا قلنا في الحصة التانية في فكرة المستوى الميل الزاوية اللي هنا دي بتسوي الزاوية الصغيرة اللي هنا دي دي 30 يبقى دي برضو 30 لان كلها 90 منها 60 يبقى فضلك 30 كده نقدر نجيب الزاوية بالرد الفعل من الخط المستقيم دي زاوية مستقيمة 180 درجة عندك منها 30 اطرح 180 نقص 30 تديك 150 إن بل 180 اللي بنترح منها دي بتاع الخط المستقيم أو على طول من غير ما تعمل كل الخطوات دي اعرفها هترايحك في المساء لو عايز الزاوية بالرد الفعل والوزن اطرح 180 نقص 30 150 نفس الكلام هنا على طول عايز الزاوية بالرهوية اطرح 180 نقص 30 150 الزاوية بالرهوية 180 نقص 30 150 طبعا مش شرط تطلع 150 على حسب زاوية الملء اللي هنا ده اول زاوية سابتة معاك يكفيك تجيب زاوية كمان هات زاوية كمان والزاوية الثالثة قاتت من المتجمعة حول نقطة الزاوية الثانية يجيبها منين على حسب وضع القوة على حسب وضع القوة لا يدهلك في المسأل في الحالة الاولى القوة افقية دي سألنا ده خط افقي وده رأسي يبا الزاوية بينهم تسعي كده عندك زاويتين تقدر تجيب الزاوية الثالثة من المتجمعة حول نقطة الحالة الثانية عندنا الزاوية دي خلاص 150 عايزين زاوية كمان برضو مباشرة القوة في اتجاه المستوى واحنا عارفين ان الرد الفعل بيكون عمودة على المستوى يعني الزاوية بينهم 90 91 و150 هتجيب الزاوية الثالثة من المتجمعة حول نقطة الحالة الاخيرة خلاص عندنا زاوية 150 اقدر نجيب الزاوية بينقاف ور testimony برضو سهلا عندك الزاوية دي كلها 90 عشان رد الفعل عمودة على المستوى مدك مثلا منها هو 40 يبغى فضلك 50 كده عندك زاويتين تقدر تجيب الزاوية الثالثة من المتجمعة حول نقطة ابا انت هيك فيك تجيب زاويتين بس والزاوية الثالثة هتمن المتجمعة حول نقطة هنفهم كل الكلام ده بالمسال هناخد مثال على كل حالة هناخد على فكرة المستوى المائل أربع مسائل السؤال الأول نجرى ونرسم بيقول لي وضع جسم وزنه خمسة سوكل كيلو جرام على مستوى مائل أملس يميل على الأفقي بزاوى 30 درجة تعالك كده نرسم ده مثلا مستوى المائل وده الأفقي بيقولك المستوى المائل يميل على الأفقي بزاوى قياسة 30 درجة احنا حطينا جسم على المستوى المائل جبل ما تكمل هات القواتين اللي سبتين معانا ده جسم ليه وزن والوزن دايما اتجاهه الأسفل ده مستوى أملس بيطلع رد فعل رد الفعل بيكون عمودي على المستوى دول قواتين اللي سبتين معانا الوزن كان مدهه لك بخمسة ورد الفعل ما نعرفوش كده تقدر تجيب الزاوى اللي بين رد الفعل والوزن بنجيبها ازاي اطرح 180 نجز زاوية المائل 180 نجز 30 150 عايز اجيبها بالخطوات عندك دي تسعين تسعين وتلاتين يبقى فاضل لك في المسلس ستين اجمع تسعين وستين 150 او هي مباشرة على طول الزاوى بالرد الفعل والوزن اطرح 180 نجز زاوية المائل تعا نكمل عايزين القوى اللي هتعمل لنا اتزان هو هيحدد هالك ومونع الجسم ميلر انزلاق بالتأثير عليه بقوة قادرها قاف ايه وضعها القوى دي؟ جالك القوى قاف تعمل في اتجاه خط اكبر ميل للمستوى الى اعلى القوى الثالثة في اتجاه المستوى الى اعلى ماشى مع المستوى دي القوى الثالثة اللي عمقيت لنا اتزان ايه اللي عايزه في المسلة؟ عايز قاف وعايز رد الفعل هنجيبهم منين؟ هنجيبهم من قاعدة لامن مثال المستوى المال بنحله بقاعدة لامن عشان نجي تستخدم قاعدة لامن لازم اجيبوا الزاوية لبين القوى اللي هم باللون الاحمر قالت جيبنا زاوة عندنا ب150 وفي زاوة كمان مباشرة ده رد الفعل بيكون عمودي على المستوى يعني الزاوة بينهم 90 كده عندك زاوةين أقدر أجيب الزاوة الثالث اللي هي بين قاف وواو أجيبها منين من المتجمع حول نقط انت يكفيك تجيب زاوةين بس والزاوة الثالثة دايماً بتجيبها من المتجمع حول نقط هتجمع 90 و150 وتطرح من 360 هتطلع معاك 120 درجة وممكن كمان تجيبها من الخط المستقيم ده خط مستقيم 180 درجة عندك دي ستين بفضلك 120 كده جيبنا الزاوة بين كل قواتين نطبق قاعدة لامي أقول له من قاعدة لامي هنكسم كل قوة على جيب الزاوة بين القواتين التانية قوة اللي عندك لهم قاف ورا والوزن اللي كان بده لنا بخمسة قاف الزاوة اللقصادة الناحي التانية 150 يبقى على جا 150 رد الفعل الزاوة اللقصادة هنا 120 يبقى على جا 120 الوزن اللي هو بخمسة الزاوة اللقصادة الناحي التانية لتسعين يبقى على جا 90 آخر خطوة عشان أجيب القوة دي هنضرب مجس يبقى رد الفعل بيساوي خمسة جا 120 على جا 90 هتطلع معاك خمسة جزر ثلاثة على اثنين القوة قاف تضرب خمسة في جا 150 على جا 90 هتطلع معاك باثنين ونص الوهدة اللي كانت عندنا اسمها سوك لكيلو جيران ده نسال على اول حالة ناخد نسال على حالة كمان السؤال التاني على المستوى المائل يقول لي وضع جسم وزنه 18 سوك لكيلو جيران على مستوى مائل أملس يميل على الأفقي بزاوة 30 تعال نرسم قاد المستوى المائل قاد الأفقي الزاوة بينهم 30 احنا حطينا جسم على المستوى المائل حطينا جسم فوزنه يكون رأسيا لأسفل والمستوى يطلع رد فعل هيكون عمودي على المستوى هذه القواتين اللي سابتين معانا اللي هم رد الفعل والوزن الوزن كان بدوه لنا 18 جبل ما تكمل هات الزاوة اللي بالرد الفعل والوزن عشان تجيبها اطرح 180 نجز زاوية المائل 180 نجز 30 ب150 كل ده كده سابت معانا عايزين القوات اللي هتعمل لنا اتزان هنشوفها أفقية ولا ماشى مع المستوى ولا بتعمل زاوة مع المستوى ومنع من الانزلاق بتأثير قوة قدرها قاف ووضعها القوة دي تميل على اتجاه أكبر مل المستوى إلى أعلى بزاوة قياسها 30 القوة المرادة بيتميل على المستوى بيتميل على المستوى يعني عاملة زاوة مع المستوى كام الزاوة اللي بين القوة والمستوى مدهانا 30 درجة كده انت عندك ثلاث قوة ايه اللي عايزوا في المسألة؟ عايز مقدار القوة قاف وعايز الرد الفعل هجيبهم منين من قاعدة لامل لازم نجيب الزاوة بين كل قوتين لما باللون الأحمر جبنا زاوة خلاص ب150 اللي هي بين راه وواو نقدر نجيب زاوة كمان مباشرة اللي هي بين قاف ورا اقدر اجيب الزاوة دي عندك الزاوة دي كلها 90 لان رد الفعل عمودي على المستوى فدي كلها 90 منها 30 بفضيل لك 60 كده جبت زاويتين تقدر تجيب الزاوة التالتة من المتجمع حول نقطة دايما يكفيك تجيب زاوة دي الزاوة التالتة اللي هي بين قاف وواو هنجيبها من المتجمع حول نقطة اجمع 60 و 150 وطرحهم من 360 هتفضلك 150 درجة ممكن تمسك الثلاث قوى دول وترسمهم من بره انت عندك ده الوزن وده رد الفعل وده القوى قاف كنا جايبين دي ب60 وده ب150 طرحنا من 360 هتساوي 50 ده قاف وده راه وده الوزن اللي كان بده لنا ب18 تعان تبقى قعدة لامي هكسم القوى على جيب الزاوة المقابلة لها القوى اللي عندك لهم قاف وراه والوزن اللي بده لك ب18 قاف الزاوة الاقتصادة 150 يبقى على جايه 150 ارد الفعل زاوة الاقتصادة برضو 150 يبقى جايه 150 كده المقام يساوي المقام يبقى البسط يساوي البسط يعني قاف وراه يساوي بعض 18 اللي هو الوزن على جايه 150 ب18 على جايه 60 كده قاف هتساوي راه عشان تجيبهم هتضرب مقاس هضرب 18 في جايه 150 على جايه 60 بالقالة 18 ساين 150 على ساين 60 اكتبها بالقالة هتطلع معاك ب6 جايه 3 سوكل كيلو جرام ده السؤال الثاني السؤال الثالث هسيبك تحله في الكاشكول وندخل في اخر سؤال معنا في الحصة اخر سؤال معنا ده سؤال حالي شبه سؤال اللي هل توفل كاشكول لكن هنا مش ميدين الزوايا بيقول لي وضع سيقل قدره او وزنه 20 سوكل كيلو جرام على مستوى ماء الاملس يميل على الافقي بزاوية انت في كل المسال متعاود يديك الزوايا دي اللي هي بين المستوى بين الافقي هنا مش ميدها لك نسمها لك ايه عادي مفيش مشكلة بيديك معطى هنا مهم بيديك جاتا ايه بتسوى 4 على 5 طيب ده الجسم بنزل قواتين على طول قوة الوزن رأسية الاسفل وقوة رد الفعل عمودي على المستوى دول القواتين اللي سابتين معنا راه وواب طيب الزوايا دي كنا متعاودين نجيبها ازاي كنا بنطرح 180 ناقص زاوية الميل طيب الزوايا دي مش ميدهالي خلاص اكتبها بالرموز اتبى 180 ناقص يه تاني الزوايا بالرد الفعل والوزن كنا بنطرح 180 ناقص زاوية الميل هو مش ميدهالي فاكتبها زي ما هي 180 ناقص يه اتزلنا عرفين القوة الثالثة ومنع من الانزلاق بتأثير قوة افقية قدرها قاف القوة الثالثة جالك افقية مجدرها كام مجدرها قاف كده خلصت رسم ايه اللي عايزين هو؟ عايزين القوة قاف وعايزين رد الفعل عايزين راه وقاف هو كان ميدين الوزن في المسلة بيساوي عشرين هجيبهم من ايه من قاعدة لامي عشان استخدم لامي لازم يكون عندك الزاوية بين الثلاثة قوة احنا جبنا الزاوية هنا اسمها 180 ناقص يه الزاوية الثانية سهلة عندك دي قوة وفقية والوزن رأسي وفق ورأسي بس زاوية بينهم تسعين فاضلنا اخر زاوية اللي هي بين قاف ورع هجيبها ازاي؟ انت عندك حتة منها تسعين تسعين عشر رد الفعل عمودة على المستوى فاضلك الزاوية الصغيرة دي لو جدرت هنا تجيب الزاوية الصغيرة دي هتجمحها مع التسعين تب هجيب الزاوية الصغيرة دي منين ممكن تجيبها بالتنازر هو فين التوازي؟ انت عندك ده خطة افقي وده برضو خطة افقي بلنا اي افقي وافقي بيكونوا متوازيين طب التوازي ده عمل ايه؟ عمل حرف اف مجلوب فين الزاويتين اللي عاملين اف؟ الزاويت يه اللي تحت وايز واوة اللي فوق دي هيصعوا بعضه بالتنازر لو مش شايف حرف الاف انت عندك الخط ده افقي والخط ده برضو افقي وفي خط جطاحهم عاملين حرف اف الزاوة اللي تحت تسوي الزاوة اللي فوق اه نفس الفكر ده خط افقي وده افقي وده خط جطاحهم عاملين حرف اف في مجلوب الزاوة اللي تحت ايه يبا الزاوة دي برضو ايه كده نقدر نجيب الزاوة التالتة اللي فاضلة اللي هي بينقاف وراء هتجمع تسعين زادي تنزل كما هي كده تسعين زائدية. ايبا الزاوية تاني باختصار عندك الزاوية دي بتسعين. الزاوية بالرقاء هو وابنطرح مية وثمانين نجس زاوية المية. تبقى مية وثمانين نجسية. الزاوية دي تسعين والزاوية دي بالتناظر. يساو بعض بالتناظر. فلو عايز الزاوية كلها اسمها تسعين زائدية. كده جبنا الثلاث زاوية تعاليك تستخدم قاعدة لامة. هكسم كل قوة على جب الزاوية بين القواتين التانية. قوة اللي عندك لهم قاف وراف والوزن اللي كان من الدول هنا عشرين. قاف الزاوية الاقصادة مية وتمانين نجسية. يبقى على جة مية وتمانين نجسية. رد الفعل الزاوية الاقصادة تسعين. يبقى على جة تسعين. جة تسعين دي بواحد. الوزن الزاوية الاقصادة هنا تسعين زائدية. يبقى على جة تسعين زائدية. لحظ 90 زائد و 180 نقص دي زواء منتسبة فممكن نعدلها ال180 ما تغيرش الدالة الجاية تنزل جايه زي ما هي حط الإشار 180 نقص دا الربع الثاني جاية في الربع الثاني شريطها مجابة ونعدل دي برضو 90 زائد التسعين بتغير لك الدالة بدل جاية هتخليها جاية هتبقى جاية برضو 90 زائد دا الربع الثاني وجاية في الربع الثاني مجابة فنخليها مجابة كده أنا جيبت قيم الدول جاية 90 زائدية هي بعينها جاية وجاية 180 نقص دا هي جاية لو عرفت قيمة جاية وجاية خلاص المسألة خلص هنعاوض عنه هو في المسألة ميديك جاية باربع الخمس تبقى جيبت جا منين هنجيبها مني الجاية كنا بنقول في أول سنة لما يديك نسبة وعايز نسبة بتستخدم المسلس القائم دا وتجيب منه كل النسب هو كان ميديك في المسألة جاية بتساوي أربع الخمس دا مسلس قائم هسمي مثلا دي زاوية دا الجاية مجاور على وطر المجاور باربع والوطر بخمس هاتتضلع الثلاث من النظريات في سورس اطلع معاك بتلاتة كده عندك الثلاث أضلع نقدر نجيب جاية الجاية مقابل على وطر يعني بتساوي ثلاثة على خمس همسك القيمتين دول اعوض عنهم في المسألة هنا تعني اكتب النسب تاني عند نقاف على جاية اللي طلعت معاك ثلاثة على الخمس يساوي أراه على جاة 90 جاة 90 دي اكتبها بالله هتطلع معاك بواحد يساوي 20 على جاة 2 جاة 2 كم ادهلك في المسألة باربع على خمس آخر خطوة عشان نجيب القوتين دول هنضرب مجس أراه لما تضرب مجس هتضرب واحد في عشرين على أربع على الخمس هتطلع معاك بخمسة وعشرين لو عايز قاب برضه هتضرب مجس هتضرب تلاتة على الخمسة في عشرين على أربع على خمس هتطلع معاك بخمستاشر سوك لكيلو جرام السؤال ده ناخد زي ومسألتين في حصة المراجعة اللي هي حصة الاختيار والمقالي وعادة أي فكرة أو مثلا مش بتلوها في حصة الشر هتلوها في حصة الاختيار والمقالي ملخص الجزء الأول في درس الاتزان ممكن نلخص الحصة دي في أربع نجات النقطة الأولى شروط اتزان جسم تحت تأثير قوتين عشان نقول على جسم أنه هو متازن تحت تأثير قوتين لازم يتوفر معنا ثلاث شروط لازم القوتين يكونوا متساوين في المقدار عكس بعضة في الاتجاه لهم نفس خط العمل زي ما تعلق جسم بحبلة أو بخيط بيكون تحت تأثير قوتين قوة وزنه واتجاه الوزن دايما الرأسية لأسفل وقوة الشد في الخيط أو في الحد قوة الشد بتكون لأعلى الجسم ده عشان يكون متازن لازم الوزن يساوي الشد يساوي بعضة في المقدار لكن عكس بعضة في الاتجاه وليهم نفس خط العمل اتزان جسم تحت تأثير ثلاث قوة لما يديك جسم متازن تحت تأثير ثلاث قوة ممكن نطبق قعدتين القعدة الأولى لو عندك ثلاث قوة متازنة نستنتج أن محصلة أي قوتين تساوي القوة الثالث أو لو عايز أي قوة من الثلاثة هات محصلة القواتين الثانية يعني مثلا لما تجيب محصلة القوة الأولى والثانية لازم تساوي القوة الثالثة لو اديك القوة الثالثة مثلا بسبعة يبقى محصلة القوة الأولى والثانية برضو بتساوي سبعة هيساوي بعضة في المقدار ويكونوا عكس بعضة في الاتجاه وليهم نفس خط العمل دي القعدة الأولى اللي باستخدمها لما يديك ثلاث قوة متازنة القعدة الثانية والأهم اللي هي قاعدة لامي القاعدة التانية اللي اقدر استخدمها لما يديك ثلاث قوة متزنة ومتلاقية في نقطة هي قاعدة لامي ام تستخدمها القاعدة دي لما يديك الزوايا بين القوة لازم يكون عندك الزوايا بين كل قوتين بتقول ايه القاعدة دي بتقولك لو عندك جسم متزن تحت تأثير ثلاث قوة والقوة متلاقية في نقطة واحدة نستنتج ان كل قوة بتتناسب مع جيب الزوايا المحصورة بين القوتين التانية كل قوة بتتناسب مع جيب الزاوة المحصورة بين القواتين التانين يعني هتكسم القوة على جيب الزاوة المقابلة لها لما تكسم قف واحد على جاهه واحد لازم تسوي قف اثنين على جاهه اثنين لازم تسوي قف تلاتة على جاهه تلاتة في المسال هو هيديك الزاوة وهيديك قوة واحدة ويطلب منك القواتين التانين عشان تجيبهم هنضروب مجس أهم خطوة في قعدة لامة تجيب الزاوة بين القوة اخر نقطة في الدرس ده اللي هو اتزان جسم وموضوع على مستوى مائل مسائل المستوى المائل بنحلها بقعدة لامي هنا يحط لك جسم على مستوى مائل املس المستوى المائل ده بيميل على الافقي مثلا بزاوة 30 ايه القوة اللي بتأثر على الجسم عندها قوة سبتين وزنه وده اتجاهه الاسفل ورد الفعل بيكون عمودي على المستوى دايما القوة دول هتلاجوهم سبتين معاك في كل مسائل المستوى المائل طب كده قوتين فين القوة اللي هتعمل لنا اتزان هو يحددها لك لها تلات اشكال ممكن يقول لك القوة دي افقية وممكن يقول لك القوة دي في اتجاه المستوى او في اتجاه خط اكبر مائل للمستوى وممكن يقول لك القوة دي بيتاميل على المستوى بزاوية هو هيديك الزاوة اللي هنا دي ايبا كده الجسم هيكون متزن تحت تأثير تلات قوة قوة الوزن ورد الفعل والقوة اللي هيحددها لك في المسألة عادة في المسال بيديك الوزن ويطلب منك القوة قاف ورد الفعل تجيبهم من قاعدة لامي لازم تجيب الزاوة بين كل قوتين وقلنا عندك زاوة سابتة هنا اللي هي بالرهواو ازاي يجيبها اطرح 180 نجز زاوية الميل اللي هي هنا مثلا 30 لو عايز الزاوة بالرهواو اطرح 180 نجز زاوية الميل دي زاوة سابتة معك في كل المسال بين اطرح 180 نجز زاوية الميل يكفيك تجيب زاوة كمان اجيبها ازاي على حسب وضع القوة مثلا دي قوة افقية يبا الزاوة دي 90 كده عندك قوتين هتجيب الزاوة الثالثة من المتجمع حول نقطة في الحالة التانية رد الفعل بيكون عمودة على المستوى يبا الزاوة دي 90 الزاوة الثالثة هتجيبها من المتجمع حول نقطة الحالة الثالثة هو بيديك زاوة الميل دي فانت عشان تجيب الزاوة بين قافرة هتطرح 90 نجز زاوة اللي هيديه لأن رد الفعل عمودي على المستوى كلها 90 منها مساء 40 بفضل لك 50 عندك زاويتين هتجيب الزاوية الثالثة من المتجمع حول مقته كده الحمد لله خلصنا الجزء الأول في درس الاتزان بالمناسبة حصص الاتزان لازم تسمحها أكتر من مرة لأنها طويلة وفيها أفكار كتير ولو عايز أفكار أكتر اسمح حصة المراجعة حصة الاختيار والمقالة هسيبها لكم في الوصف أو في أول تعليق كل المسألة اللي بنقولها في الحصة هتلقوها في المذكرة الحصة جاية ناخد الجزء الثاني في الاتزان وناخد فيها قاعدة مسلس القوى وفكرة الكرة كل حصص الاستاتيكة هتلقوها في القائمة اللي ابتظر هنا دي واشوفكم الحصة جاية إن شاء الله